مراجع الشيعة هكذا يكون عملهم مع الذين لا يصبحون حميرا عندهم يشغلون ماكنة التسقيط هذا أولا وثانيا إذا استطاعوا أن يحاربوهم في أرزاقهم إن كانت أرزاقهم تحت سلطتهم سيقطعون أرزاقهم عليهم أو كانوا يستطيعون أن يقطعوا أرزاقهم من خلال علاقاتهم ومن خلال وجاهتهم بين الناس فإنهم سيفعلون ذلك إذا استطاعوا أن يفرقوا فيما بين الزوج وزوجه يفعلون ذلك إذا استطاعوا أن يفرقوا فيما بين الأصدقاء الأقرباء يفعلون ذلك وكل هذا مبني على الباطل والإفتراء والأكاذيبي والحقد والحسد وكل الأمراض النفسية السيئة هذا الأمر إذا أردتم أن تعودوا إلى التأريخ فهذا تأريخ مراجع الشيعة وموجود في الكتب وإذا أردتم أن تعودوا إلى الواقع الواقع موجود بيننا وأنا أحدثكم عن تجربة عملية لا أحدثكم عن خيال فهذا هو واقع ومراجع الشيعة يتحركون باتجاه التسقيط قطع الأرزاق تفريق الناس عن بعضهم والآن صار تحت سلطتهم أن يعتقلوا الناس أن يعذبوا الناس أن يقتلوا الناس في النجاف المادة أربع إرهاب هذه وسيلة ترعب المرجعية بها من يخالفها هذه حقائق أنا لا أحدثكم عن تحليلات ولا أحدثكم عن توقعات وهذا الكلام ما هو بكلام دعايته هذه حقائق وليس عندي من الوقت أن أفصل فيها لأن التفصيل فيها يحتاج إلى بيان الكثير من قبائحهم وعوراتهم وأنا لا أجد مجالا لذلك أما أحزابنا الشعية فبرنامجها برنامج الأخوان المسلمين جماعة الأخوان المسلمين عندهم برنامج في التعامل مع الأطراف المعاصرة والمنافسة أو المعارضة لهم برنامج حسن البناء يطبقه حزب الدعوة وطبقته منظمة العمل الإسلامي التنظيم الشرازي الذي كان نشطا أيام المعارضة المجلس الأعلى أيضا سائر الأحزاب والتنظيمات الشعية في زمن المعارضة وما بعد المعارضة يعملون بنفس البرنامج ما هو هذا البرنامج يتشكل من النقاط التالية هكذا يتعاملون مع أعدائهم الذين يخالفونه أولا هذه النقطة الأولى أنا أقرأ أنا أقرأ من برنامج عمل لأحد الأحزاب الشيعية نصا هكذا جاء مكتوبا بيد قائد هذا الحزب وهو آية من آيات الله ليس حيا الآن مات ولا أريد أن أحدثكم عن الطريقة التي مات عليها لأنكم لن تصدقوا كلامي لا شأن لي به وبموته سيكذبن الجميع لو تحدث لكن المعلومة دقيقة جدا وصحيحة جدا على أي حال ليس مهم كيف يتعاملون مع أعدائهم أولا أولا إنهاكه بالدعايات دعايات يعني أكاذيب ثانيا إشغاله بالتوافل ثالثا اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية رابعا التشكيك في مصادره المالية خامسا تأليب السلطات المحلية علي وحق حسيني هذه مكتوبة في برنامج عمل لأحد الأحزاب الشيعية وأنا أحفظ هذا البرنامج هم أنكروا هذا بعد أن نشر هذا البرنامج في أيام المعارضة لكنني أقولها لكم هذا البرنامج طبق علي ولا زال يطبق إلى الآن منذ سنة 1981 هذا البرنامج برنامج المرجعية يطبق علي أيضا الذي حدثتكم عنه وبرنامج الأحزاب الشيعية يطبق علي منذ سنة 1981 إنهاكه بالدعايات إشغاله بالتوافه اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية التشكيك في مصادره المالية تعليب السلطات المحلية علي هذا هو الذي يفعله الإسلاميون القضية تأقبح من ذلك هناك ما يسمى بسياسة القفز على المواقع هذه الأحزاب الإسلامية التي أشرت إليها تعمل بها سياسة القفز على المواقع هذه سياسة حسن البنة لعنة الله عليه أي نشاط أي عمل أي مجموعة على الحزب الشيعي على الحزب الإسلامي أن يسيطر عليها وأن يكون الحزب قائدا لتلك المجموعة إذا لم يستطع فعليه أن يفتتها أن يقضي عليها فإن لم يستطع عليه أن يفرقها أن يقسمها فإما أن يتسلط عليها وإما أن يفتتها إن لم يكن قادرا أن يتسلط عليها وأن يترأس عليها ولم يكن قادرا على تفتيتها وإنهائها من الوجود فعليه أن يفرقها أن يقسمها وهذا بالضبط ما فعلوه مع الصدريين ما فعله حزب الدعوة والمجلس الأعلى حينما دخلوا إلى العراق ووجدوا الصدريين هم هم الذين يسيطرون على العراق وحزب الدعوة ليس له من قاعدة جماهيرية وكذلك المجلس الأعلى لا يستطيعون أن يترأس على الصدريين للعداء الموجود فيما بينه لا يستطيعون أن يقضوا عليهم دخلوا فيهم وفرقوه وهذا تطبيق عملي لهذا البرنامج هذا هو الواقع الذي لابد أن نكون عارفين به كي نتجنب المطباط وكي نحاول أن نتخلص من المعوقات أنتم عندكم أمانة عظيمة إنها العقيدة السليمة التي يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نوصلها إلى الذين يريدون أن تصل إليهم العقيدة لا تفرض لا تفرض على الناس بالجبر أمر ينعقد في القلب هناك قلوب تريد أن تتواصل مع العقيدة السليمة فابحثوا عنها ابحثوا عن هذه القلوب هذه وظيفتنا نحن نبحث عن أناس هم يبحثون عننا أيضا بالعمل الجاد وبصناعة التيار الفكري المجتمعي سنلتقي جميعا سنلتقي مع الذين نبحث عنهم في هذا العالم وسيلتقي بنا الذين يبحثون عننا برنامج الهداية هكذا يتحرك إمامنا الصادق يقول إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر في ولاية إمام زماننا هو صاحب الأمر أدخله في هذا الأمر في أمر صاحب الأمر إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر رغم أنفه هذا هو الذي أقوله من أننا نبحث عن أناس وهم يبحثون عننا رغم أنوفنا ورغم آنافهم أمتنا هكذا يقولون إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر رغم أنفه وإذا وإذا لم يرد به خيرا أخرجه من هذا الأمر رغم أنفه ما هو بالجبر هو لا يستحق ذلك هذه أسرار خوانين الهداية التي بيّنتها آيات القرآن وأحاديث العترة الطاهرة وهذا موضوع واسع كبير إنما أشرت إلى شيء من أطرافه لأجل توضيح الصورة التي أنا بصدد الحديث عنها نذهب إلى فاصل